موسيقى وحدات الدائرتين العسكريتين الشرقية والوسطى من الجيش الروسية تجري مناورتنا هي الأضخم في روسيا منذ عقودة المناورة هذه تدخل في إطار الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية وتستمر إلى العشرين من هذا الشهر مائة وستون ألف جندي بالإضافة إلى خمسة آلاف دبابة إضافة إلى مائة وثلاثين طائرة وسبعين سفنة لتكون بذلك هذه المناورات الأضخم في روسيا وكل منطقة آسيا والمحيط الهادئة خلال السنوات الأخيرة والوقوف على مدى الجاهزية القتالية للقوات في هذه المناطق والتحقق من قدرة الجيش على نقل وحداته إلى مسافة تزيد عن ثلاثة ألاف كيلومتر هي الأداف الرئيسية لهذه المناورات أهداف أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال متابعته للتدريبات أنها تحققت لم تنتهي التدريبات بعد ومع ذلك يمكن القول الآن أن الأهداف المطروحة بشكل عام قد تحققت وأريد أن أشكر قيادة الجيش وجميع العسكريين على أدائهم ومهاراتهم طوال الاختبارات وآمل في أن تتميز المرحلة النهائية للتدريبات بالمستوى العالي نفسه خلال اليوم الأول من التدريبات تم نقل أكثر من ألف جندي جوا إلى مناطق الشرق الأقصى وسيبيريا وخمسمائة آلية عسكرية عبر القطارات إضافة إلى بدء ست مجموعات من سفن أسطول المحيط الهادئ مهماتها بشكل كامل في مياه بحر اليابان وبحر أخوتسكا والمتمثلة بالدفاع المضاد للغواصات وطيران الحربية وتضم هذه المجموعات طرادات ومضادات للغواصات وسفن إنزالنا بالإضافة إلى المدمرة بيستري وزوارق صاروخية وسفن تموين هذا عن البحر أما في الجو فتشارك معظم طائرة الحربية الروسية المقاتلة مثل سو 25 وسو 24 وميك 31 زد على ذلك مروحيات مي 8 ومي 24 وك 52 كما تناور القادفات الاستراتيجية تو خمسة وتسعون هذا غيض من فيد ما ستشهده المناورة الروسية الأضخم خلال الحقبة الأخيرة ويكفي الإشارة هنا إلى أن بعض هذه التدريبات ستتم باستخدام الذخيرة الحية وبمشاركة طائرات من دون طيارة مجهزة بكاميرات مراقبة وغيرها من آخر وأحدث القطاع العسكرية الروسية ترجمة نانسي قنقر